اشتركوا في القناة الفضل العباس ابن امير المؤمنين عنوان هذه الحلقة العباس والعصم المكتسب طبعا هناك عصمة ذاتية الهية وهناك عصمة مكتسبة اللي اكتسبها العباس سلام الله عليه بتقربه الى الله سبحانه وتعالى بتقربه لرسول الله لامير الونيل الحسني والحسين لذلك الامام جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه لما يتوجه لعمه العباس بالزيارة سلام الله وسلام ملائكته المقربين وانبياء المرسلين بعدين يخاطب العباس عليه السلام يقول السلام عليك ايها العبد الصالح العبد الصالح طبعا الامام الصادق سلام الله عليه اعطى صفة العبودية لابي الفضل العباس السلام الله عليه وهذه الصفة ان الله سبحانه وتعالى اعطاها لنبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار ان القرآن الكريم في مطلع سورة الاسراء يقول سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير طبعا الله سبحانه وتعالى اعطى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصفة في صفة العبودية ولو كانت هناك صفة ارقى من هذه او افضل من هذه الصفة لا اعطاه الله سبحانه وتعالى الى نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وايضا نقول بالشهادة اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله فصفة العبودية الامام الصادق سلام الله عليه لما يتوجه الى عمه العباد سلام الله عليه قل السلام عليك ايها العبد الصالح من كل شيء المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسن طبعا طاعة العباد سلام الله عليه لله سبحانه وتعالى ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم لأمير ونين واضحة وجلية وطاعته لأخيه او لأخويه الامام الحسن والحسين ايضا واضحة وجلية وام البنين رضوان الله تعالى عليها قالت بني عباس اذا جلست بين اخويك الحسن والحسين اجلس مجلس العبد امام سيده فعلا العباس سلام الله عليه عندما يجلس بين اخويه الحسن والحسين ما يقول له يا اخي يقول له روحي فداك نفسي فداك يا ابن رسول الله طبعا ما قال العباس عليه السلام لحسين أخي إلا عندما وقعت الراية قال أخي عليك مني السلام هذا الموضع الذي قاله العباس للامام الحسين سلام الله عليه وطبعا هذا تربية ام البنين بعدين الامام الصادق يقول له اشهدوا يشهد الامام الصادق اشهد انك لم تهن ولم تنكل وانك مضيت على بصيرة من امرك يعني بمقارعة الاعداء يشهد الامام الصادق عليه السلام انه لم يهن ولم ينكل يعني ماكو تعب ماكو كلل ماكو ملل اشهد انك لم تهن ولم تنكل وانك مضيت على بصيرة من امرك يعني على بصيرة مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين يعني سلسلة المراجع وهكذا الامام الصادق السلسل بالدعاء الزيارة الى ان يقول فجمع الله بيننا وبينك يعني صاحب العصم الكبرى الامام جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه يتمنى ويدعو الله ان يكون مع صاحب العصم المكتسبة العصم الصغرى فبهذه الفقرة يقول للامام الصادق لابن الفضل عباس سلام الله عليه فجمع الله بيننا وبينك فيسأل ان يكون مع العباس سلام الله عليه فشاهد الكلام العباس عليه السلام هو ساقي عطاشا كربلة اولا هناك رواية ان امير المؤمنين سلام الله عليه كان جالس ومعه الحسن والحسين والعباس فطلب الامام الحسين عليه السلام الماء فنهض العباس سلام الله عليه فذهب الى امه ام البنين قال امه ان اخي يريد ماء اعطته قل له وضعها العباس سلام الله عليه وضع الماء على رأسه واخذ ينكفئ من هنا وهناك واذا بمولانا امير المؤمنين سلام الله عليه نظر اليه اغرورقت عيناه بالدموع فقال ابني عباس انت ساقي عطاشا كربلة طبعا اكو كرامات للعباس عليه السلام طبعا بعض الكرامات شاهدتها بنفسي قبل خمس سنين او ست سنين جاء رجل طبعا هو رجل خادم الحسين رادود وكان فيه شلل رباعي وجاءوا به يعني بسديه واخذ يدعو الله سبحانه وتعالى ويتوسل بالله بابي الفضل العباس عليه السلام ان يشافيه فنهض امام الناس وقد جاء بسديه نهض امام الناس واجهوا يانا من العتبة العباسية الى كان مكان الاعلام في العتبة الحسينية يمشي معانا والسديه شايلينها طبعا هذه كرامة لابي الفضل العباس سلام الله عليه وكرامة اخرى رجل طالب علم فقد بصره في درس الدرس العملي فذهب الى عدة اطباء فلم يجد حل اخر شي خرجت التقارير ان شباكات العين كلها انتهية فيقول قلت لابي نذهب الى ابي الفضل العباس سلام الله عليه باعتبار فقد بصره في كربلاء في الطف يوم عشراء يقول جئنا الى ابي الفضل سلام الله عليه واخذت اتحدث بكلام بسيط سيدي يا ابن امير المؤمنين انا اقسم عليك بحق عينك الذي وقع فيها السهم الا ما سألت الله ان يردد الي بصري يقول هذه العبارات واذا به رجع بصره افضل مما كان وقرأت خبرا هذا الخبر ان امرأة كانت تطبخ الطعام كل يوم سابع من شهري محرم فقدت ولدها وكان الى جانبهم بئر فقدت ولدها واذا بعد ذلك حشمت الناس جاءت الناس الى يبحثون عنه اخرجوه اخرجوه من البير على قيد الحياة طبعا هذا مو غريب ان امير المؤمنين سلام الله عليه قل قولوا فينا ما شئتم منزهنا من الربوية فسألوه ماذا رأيت قال رأيت ظلمة ثم بعد الظلمة نور ثم بعد النور عطر جيد ثم جاءني رجل توسلت به قلت اما تخرجي من هذا البئر قال للان يجون اخوانك قلت مرة ثانية قال الان يأتوك يقول مرة ثالثة قال اما ترى اني قطيع الكفين هذه كرامة ايضا لاب الفضل وكرامة اخيرة لاب الفضل عباس سلام الله عليه طبعا الجماعة عمر بن سعد جاءوا بامان للعباس سلام الله عليه واخوته فقالوا اين بنوا اختنا اين العباس واخوته ما كلمهم العباس هياء من الحسين المرة الثانية ايضا ما كلمهم المرة الثالثة قالوا اين بنوا اختنا العباس واخوته قال له الحسين اخي اجب هو ان كان فاسقا فاجابه ماذا تريد يا شمر قال لكم الامان ولا تقتلوا نفسكم مع الحسين ماذا كان جواب العباس علیه السلام قال اتؤمننا وابن رسول الله لا آمان له تأسى لك ولأمانك فهذه مواقف لأب الفضل عباس سلام الله عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين شكرا